موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخالجنكم الشك أبدا في أن تشريع الله عز وجل جاء ليحقق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بهذا نطق القرآن الكريم الذي خاطب ربنا فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله إليه للتدبر فقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول ربنا جل وعلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سأمر سريعا على المعنى المتبادر من هذه الآية ثم سأبين بعده بعضا مما تنطوي عليه هذه الآية من معاني إن إذا تفكرنا في الآية علمنا ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى ومحاسن العادات فالصوم مع كونه عبادة هو رياضة تورث صاحبها حسن العادات طبعا هذا إذا أحسننا الصيام والمعنى الذي تفيده الآية أنهم كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم والفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ثم لم يلبث هذا التخير طويلا بل نسخ التخير بإيجاب الصوم وبيان أنه هو المتعين في حق المكلفين قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وحكمة هذا التدرج في التشريع الرفق بالأمة لأنهم لما لم يألفوا الصوم من قبل كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة فخيروا بينه وبين الفدية أولا لكن لما قوي يقينهم واطمأنت نفوسهم وألف الصوم وجب عليهم الصوم وحده وفي الصحيحين من حديث سالمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما نزل فرض الصوم كان من شاء صام ومن شاء افتداء ثم نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاستقر الأمر على الوجوب إلا في حق أصحاب الأعذار والشارع قد بيّن حكمهم المسلمون وإن كانوا في الأصل يصومون امتثالا لأمر الله تعالى ورغبة فيما عنده في الآخرة لكن ذلك لا يمنع من طلب الفوائد الدنيوية في الصيام فالصوم كما له فوائده الأخروية كذلك له فوائده الدنيوية أو له فوائد أخرى صحية وجتماعية واقتصادية في الدار البيضاء في المغرب انعقد مؤتمر طبي في تسعينيات القرن الماضي عن فوائد الصيام الطبية ومما ذكره الأطباء المؤتمرون أن من فوائد الصوم تقوية جهاز المناعة وتحسين المؤشر الوظيفي للخلايا اللنفاوية عشرة أضعاف هذه الخلايا التي هي من أهم ركائز الجهاز المناعي لدى الإنسان كذلك قرروا أن الصوم يقل جسم من تكون حصيات الكلا إذ يرفع معدل الصوديون في الدم فيمنع تبلور الأملاح كذلك قرروا أنه يرمم الأسنان ويحافظ عليها وذلك لأن الصائم يمتنع عن تناول الطعام من طلوع الفجر إلى غياب الشمس كذلك قرروا أن الصوم يساعد على رفع معدل الكوليسترول الجيد الذي يسميه الأطباء عالي الكثافة الذي يقي الإنسان من النوبات القلبية والذبحة الصدرية والجلطات كذلك قرروا أن زيادة الصوم يساعد على زيادة استرجاع الخلايا التالفة والتي انتهى عمرها الافتراضي وكذلك يسرع إصلاح الأنسجة الخاصة بعد الجروح كذلك يساهم في المساعدة على تحسين مقاومة الخلايا للأنسولين كذلك قرروا أن الصوم فيه وقاية للجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلايا الجسم وبين أنسجته من جراء تناول الأطعمة وخصوصا المحفوظة والمصنعة وما أكثره اليوم ويقي الجسم من أخطار تناول الأدوية ويقيه من أخطار استنشاق الهواء الملوث بهذه السموم أما الفوائد الاجتماعية فأهمها قلة نسبة الجرائم في حال الصيام وذلك أن الصيام يكبح جماح النفوس الشريرة فتكف عن الشر هذا مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تصفيد مردة الجن في رمضان وها هنا وقفة صغيرة يقول الإمام القرطبي فإن قال قائل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع شيء من ذلك والجواب أنها إنما تقل عن الصائمين صوما حوفظ على شروطه وروعيت فيه آدابه وكذلك فإن المقصود العام هو أن الشرور تقل في رمضان ومعلوم أنه ليس كل شر يأتي عن طريق الشياطين فإن النفوس الخبيثة والعادات القبيحة سبب للشر أيضا والله أعلم وأما الفوائد الاقتصادية للصيام فمنها تقليل الأموال التي تنفق في شراء الأطعمة المتنوعة التي نبذخ أموالنا كل يوم من أجلها طبعا أقصد الأغنياء ولا سيما أولئك الذين لا يشعرون بالفقير الذي يقطن قريبا من دارهم ولا يدرون أبات جارهم جائعا أم بات شبعان أصلحان الله جميعا هذه بعض فوائد الصيام الدنيوية وهي لا تتحقق إلا في حال الصيام الصحيح خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم من الكسل وكثرة النوم والتوسع في شراء الأطعمة في رمضان والانهماك في الأكل بعد الإفطار والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل فإن هذا ينافي الحكمة من الصيام ولا يحقق شيئا مما ذكرناه وصدق ربنا جل وعلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما تقدم ذكره من فوائد الصيام قد تكون آثاره خاصة بالصائم نفسه ولكن بركة هذه العبادة قد تتعدى إلى أشياء أخرى فعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء حديث فيه حث لكل قادر على فعل الخير لأن لا يتردد ولا يتأخر فرب عمل صالح لا تلقي له بالا يأتيك من خيره وجزائه ما تعجز عن تصوره فأنت تعطي بقدرك والله جل وعلا يعطي بقدره والصدقة ستر ووقاية من النار مهما كان مقدارها قلت أو كثرت فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة أخرجه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله وفيه من الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتها وأن قليل الصدقة سبب للنجاة من النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الفلو صغير الحصان وهو المهر الصغير وشبه به لأنه يكبر بسرعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس لقد أدرك الأوائل من سادات الناس معنى قول ربنا جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فأمعن النظر في معنى يقرض وعلموا أن ما سينفقونه سيعود إليهم أضعافا فكان ذلك باعثا للنفوس لخوض هذه المتاجرة الرابحة فأي مبادلة حلال تأتي بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا أظن في الدنيا تجارة كهذه التجارة قال عمر رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضلكم ويقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة وعن الحسن رحمه الله قال رأى الأحنف في يد رجل درهما فقال لمن هذا؟ قال لي قال هو ليس لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر وتمثل قول الشاعر أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجر حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى من لم ير نفسه أو من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه وكان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي قال يحيى بن معاذ رحمه الله ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة وقال بعض أهل العلم وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ضمئه فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العرات من المسلمين ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه ويقول آخر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فالتان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان إن الشريعة التي أنزلت خاتمة للشرائع كلها لا بد أن تكون شريعة مستوعبة لكل ما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعقائدهم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه فلا يستبطئن أحد منكم رزقه فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن ما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته وإن الله عز وجل لا ينال فضله بمعصيته أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح وفي فقرتنا هذه سنمر على بعض ما يرد من الأسئلة التي يحتاج الناس معرفة أحكامها فنقول وبالله التوفيق سائل يسأل فيقول هل صحيح أن الدعاء في رمضان مستجاب؟ والجواب إن رمضان كما ذكرنا في بعض لقاءاتنا من مواسم الطاعات الخاصة وقد ورد الحديث بجواب سؤالك هذا ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين سائل آخر يسأل فيقول سمعت من بعض الناس أن العمرة في رمضان واجبة فهل هذا صحيح؟ والجواب على هذا ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية في الواجب وإن شاء الله هذا نبينه لعل الله يكتب لنا لقاء نبين فيه هذه المسائل ما الواجب عند الحنفية وما الفرط والأظهر عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله أي افعلوهما تاميني فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة فالعمرة إذن واجبة في العمر مرة واحدة ولكن هل يشترط أن تكون هذه العمرة في رمضان؟ وعلى العموم فأجر العمرة في رمضان مختلف عن أجرها في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي يعني تعدل حجة أو حجة معي الحديث متفق عليه ولكن مع ذلك كله حتى القائلون بالفرضية لا يشترطون وقوع العمرة في رمضان فالعمرة دائرة بين الفرضية والسنية وفي الأمر ساعة إن شاء الله عز وجل سائل آخر يسأل ويقول أنا أسافر بالطائرة كثيرا فهل أفطر حين أرى اختفاء قرص الشمس أم أفطر على توقيت البلد الذي أنا أمر من فوقه والجواب إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة أو الهاتف على إفطار البلد القريب منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل وهذه الغاية لم تتحقق في حق هذا المسافر ما دام يرى الشمس فإذا غابت الشمس أفطر إذن لا يربط إفطاره بتوقيت البلد الذي يمر فوقه وأما إذا غابت الشمس وهو على الأرض وأفطر ثم أقلعت الطائرة وراء الشمس فإنه يستمر مفطرا لأن حكمه حكم البلد الذي أقلع منه وقد انتهى النهار وهو ما زال على الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فهذا وهو على الأرض دخل وقت الإفطار في حقه الحديث متفق عليه سائل آخر يسأل يقول هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطر؟ والجواب أن الصوم أفضل وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الفطر أفضل وقال الطائفة من أهل العلمين أفضل الأمرين أيسرهما على المرأة طيب ما حجة القائلين بأن الصوم أفضل؟ قالوا الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمها والله عز وجل يقول وأنت صوموا خير لكم طيب فما حجة الإمام أحمد الذي ذهب إلى أن الفطر أفضل؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر؟ دليل أيضا على أن الفطر أفضل وهذا ما ذهب الإمام أحمد كما أسلفنا وحجة من قال بأن الواجب في حقه أو الأفضل في حقه عفواً أيسرهما قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سائل آخر يسأل فيقول هل يجب قضاء رمضان مباشرة بعد انتهاء رمضان؟ أم يجوز تأخيره؟ أولا للجواب على هذا السؤال يكون معلوما عندنا أن قضاء ما أفطره المسلم من رمضان لعذر واجب على التراخي وليس على الفور فيمكنه أن يصومه بعد شوال بعد ذي القعدة بعد ذي الحجة وهكذا يقول العلامة بن قدامة المقدسي إن من عليه صوما من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه وما ذكره الشيخ بن قدامة المقدسي هنا هذا هو مذهب جماهير أهل العلم أن قضاء ما أفطره من رمضان لعذر فهو على التراخي وأن المبادرة أفضل في القضاء بعد هذا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل ويغفر لي ولكم الزلل وأن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن العمل وبهذا ينتهي لقاؤنا داعيا لله عز وجل أن يحفظكم وأهليكم وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى